خلف واجهة متجر عدي في حي جرينتش فيلتش بنيويورك يفتح 12 رجلا الوحدة والآخر حقائبهم السوداء ثم يسحبون منها بطاقات رياضية محببة لدهوات الجامع فقد أعطت جائحة كوفيد-19 زخما لهذه الهواية الآخذة في التوسع الناس يبحثون عن ملاذ آمن ضد التضخم الناس يرون فيها فئة للأصول البديلة لوضع أموالهم فيها وباتت البطاقات واحدة منها وتقدم البطاقات الثمينة داخل أغلفة بلاستيكية واقية ويعرضها هوات الجامع داخل منصات خاصة صغيرة في حقائب مجهزة بأقفال ورموز سرية استثماري سيكون بحدود 300 ألف دولار ولكن قيمة المجموعة ستكون قريبة من 7 إلى 8 ملايين دولار وقد تخصصت شركة تحمل اسم كوليكتبل في توزيع ملكية البطاقات أو القطع الرياضي الموجهة لهواة الجامع وهو شكل استثماري يشهد طفرة كبيرة يتيح الاستحواذ على جزء من قطعة ما ومتابعة التقلبات في قيمته كما لو كان سهما في البورصة